تايم متاع تلفزيون ومتاع حلقات المالاشيني واقدم مني سيرة الارجنتينو يبوني بالله فكنا مش جوا يبدونا الحلقة 1968 شاب عمره 13 سنة اعتقلات قوات الاحتلال الصهيوني بتهمة إلقاء الحجارة والكتابة على الجدران في 1982 نفس الطفل كبروا وعقلوا وبدأ أستاذ في الجامعة في مدينة نابلس الفلسطينية جي خاشت المحاضرة زي العادة وأول ما خاش الطلبة ووقفوا وسبوه وقالوا له يا خاين يا عميل الصهيونية وطلعوا من المحاضرة وخلوه خيركم يا طلبة صلوا عن النبي شم فيه تاريت الأستاذ هذا كاتب مقال في جريدة يقول المفروض نديروا حوار أكاديمي بين الفلسطينيين والصهاينة تخيلوا في بداية تمانينات ويطلب حوار أكاديمي بين الفلسطينيين والصهاينة فات الموقف هذا زي ما فات والسنة اللي بعدها عمك صائب عريقات يجيب للجا ما قلت لكم شانية إن هذا هو صائب عريقات صح؟ المهم صائب عريقات يجيب للجامعة الفلسطينية طلاب صهاينة من جامعة تل لبيب وصارت لها نفس الدوشة الأولى والطلبة قالوا عليه خائم وجوهوا باهي شن اللي صار للأستاذ هذا اللي كان طفل ضد الاحتلال وفجأة بديه أستاذ جامعي مطبع مش قلنا كبروا عقلي صائب عريقات بديه بعد سنوات كبير المفاوضين للفلسطينيين والمفاوضين هدو ناس قالوا الحرب مش حلوة والكلمة أقوى من الرصاص والنضال بالشجب والاستنكار وسلميتنا مش عارف أقوى من الرصاص ومش عارف شني الراجل في المفاوضات ما يعرفش يوم مرحميني مفاوض مفاوض يعني مفاوضات ونقاش ومفاوضات ونقاش تاني طبعا في فترات المفاوضات هذه الصهاينة يبنوا في مستوطنات وياخدوا في أراضي الفلسطينيين ويقتلوا فيهم ويمشوا في القبور لا أسف هذه نبش القبور دروها جماعة حفتر مش اليهود المهم مفاوضات واتفاقيات وصائب عريقات يصول ويجول ولاستيشكوف في عزية ماتة لدرجة أن ياسر عرفات سماه شيطان أريحة صائب عريقات ارتبط اسمه بأوسلو 93 واتفاقية الطابة المصرية اللي يقولولها أوسلو 2 في 95 لكن الاتفاقيات بين العرب والصهاينة راه قديمة من بعد الاحتلال وتحديدا في 49 وقع الاحتلال هدنة مع مصر ولبنان والأردن وسوريا ومنبوش نحكو على 1919 واتفاقية الأمير فيصل مع حايم وايزمان والعارق اللي فيها لأنها قديمة هلبة وبعد حرب 67 الأردن دارت اتفاقية لتقسيم الضفة الغربية وسموها خطة ألون عليه قال ألون رئيس الوزراء الصهيوني وقتها وبعدها مبادرة روجرز في 70 ومؤتمر جنيف في 73 قال لدارة هنري كسنجر لما جاب الأطراف المتصارعة وقال لهم يلا ألعبوا جميع وين شبح عن اللقطة هذه؟ عموما كسنجر خضيع اللقطة هذه جائزة نوبل للسلام فالسادات وبيقين قالوا كسنجر مش أحسن مننا ويمشي وقع كام ديفيد في 78 وياخدوا نوبل للسلام هم مزوز وفي 91 مع حرب العراق بوش جاب سوريا ومصر ولبنان والأردن وشوية فلسطينيين مع الوفد الأردني لأن الكيان الصهيوني قال ما نبيش نودي مع منظمة التحرير والله صهينا طلبوا استبعاد المنظمة والعرب بوافقه عادي وبعدها بسنتين في 93 بالضبط كانت اتفاقية أوسلو اللي منظمة التحرير اعترفت فيها رسميا بدولة الكيان الصهيوني وبعدها معاهدة وادي عربة في 94 وبعدها طابة 95 وفي 2000 داروا كام ديفيد التانية وكلينتون جاب إيهود باراك وياسر عرفات لكن ما تفاهموه شكي الباقي إن مونيكا لوينسكي مش راضي علي كلينتون وفي 2002 كان عندنا رئيس وزراء لطيف حباب رجل سلام هكي اسمه آريال شارون فالجامعة العربية استغلت الموقف بصراحة ورعدت اتفاق سلام لكلينتون لكسنجر لواحد الجامعة العربية هي اللي دارت الاتفاق هذا زيتنا في دميقنا وبعدها اللي هود قالوا تعالوا نديروا خارطة الطريق و2006 و2007 و2008 كلها مباحثات وخارطة الطريق وصائب عرقات داير ما يبي طبعا حتى الصهاينة دايرين ما يبوا وطول الفترة هذه قصف لغزة بالقنابة الفسفورية وقتر مدنيين وحصار غزة من مصر ومن اليهود وصائب عرقاتي فاوض وتستمر القصة ليهودي حاربه وصائب عرقاتي فاوض لين تعرفوا كلكم شن دار ترامب وقارد كوشنر واللي داروه الإمارات والبحرين والسودان والمغرب وقطر طبعا سابقتهم كلهم من 1996 عندها مكتب تجاري صهيوني وبزنس طال عمر كيف؟ لا لا المرتب شن يصلي على النبي يا شيخ؟ لا لا قطر كويسة قطر مش عادية بك ايه؟ با صائب عرقات توفى الشهر اللي فات وخلى فلسطين هيكي شكلها في حين انها كانت هيكي مش مهم سلميتنا اقوى من الرصاص على فكرة المناضلين الفلسطينيين هلبة منهم ماتوا وهلبة في السجون لكن ما باعوش القضية طبعا في مناضلين ادكى قالوا نديروا تقسيمة هيك ينقسموا الارض بينهم الزوز ونسموها اسراطين لكن خطة ما نجحتش لان في ناس داروا ثورة والثورة هذه خطر على الصهاينة زي ما قال السقر الوحيد لو يتقوض الوضع الاستقرار في ليبيا سينعكس على أوروبا وعلى بحر المتوسط فورا على ما يسمى باسرائيل وعلى كلها ستبدأ في خطر كلها وخليكم التصريحات لهذه لحواج وزير خارجية حفتر وحنا عموما درنا حلقة كاملة على التطبيع حكينا فيها على علاقة صهاينة بحفتر وميليشياتها شنين؟ ترى؟ لا اطلع فاصل اطلع فاصل ونشوفكم شون فيه بسم الله الرحمن الرحيم السيد اسامة الرياني قررنا ايقاف برنامج سمافرو من فضلك اترك هذا الكرسي لغيرك ادارة القناة محقولة محقولة بعد هذا كل يوقفوا لي البرنامج وانا لي ضحيت بكل شي في جرتهم حرقولي حوشي ويوميا يهدوا فيها بالقتل خمبولي سيرية الارجنتين سيرية الارجنتين يا ناس ويقولك سيب منصبك بالله مينو في ليبيا يخلي منصبك ترى بره بالله يمشى علي فكني مليش يخلي منصب انا قاعد هنا ونبي تفويض من المشاهدين بعدين هدي هدي معقولة وهديث نهاية العام هديث نيويير اه حقها انت وشيوخ ما تهدوش في النيويير وريتش هاليير هدي اللي بيحتفلوا بها ولا يحتفلوا بفراجها زعمها هي سنة كلها كورونا ومشاكل سيولة ومقابر جماعية وحفتر مجرم حرب سيقدم للعدالة وعلى الباغي تدور الدوائر سنة بدت بصوت غريب سموه الناس صوت الحوت معانا هو الحوت لواحد زي المشير اللي مش مشير يعني زي الشيوخ اللي مش شيوخ اه سنة كلها مشت تغيير طارقات عام كل جزر دوران يا راجل من اللي يحلم جزيرة الفرناج لاللي يبكي على رخام جزيرة صبراتا طبعا هذا مبكاش عليه انيس متاع قاوم يا انيس ولا سائق البورتر متاع الفرناج ولا طلبة الكورية العسكرية اللي ماتوا بقصف اماراتي على ذكر طلبة كورية العسكرية سنة هذي شاهدت تخريج دفعة من المرتزقة السودانيين على اراضي الليبية واللي صفق لهم معترض على الاتفاقية رسمية مع الاتراك وجاءنا الدعم التركي الحمدلله والعدو انسحب وحققنا انتصار عسكري ركزولي بالله على العسكري لان الانتصار السياسي حاجة تانية والسنة هذي شاهدت جهود سلام مش عادية بكل من خمسة خمسة اللي بدت في جينيف في بداية العام ووقف اطلاق النار اللي دوروها عليلا والسراج في بيانين منفصلين وصرت والجفرة خطوط حمراء هذا ما يمنعش ان مليشيات حفتر تاجم وباري الشهر اللي فات لكن احنا رجال سلام سلام جاي بعد تحرير الوطية وبوزوغ نجم جنونو وتشفشي في البانستر وتحرير جنوب طرابلس وكمين الزيتونة وتحرير ترهونة وشفنا سجون الكاني اللي يحبس فيهم في الناس اللي مدفنهمش احياه في مقابر جماعية واعادة التموضع متاع المسماري وتخندق العدو في صرت الى اللحظة هذي سنة شاهدت ان البرلمان امتاع عقيلة ولا امتاع ابو عكوزة انا مش متأكد المهم البرلمان الوطني دعا لتدخل الجيش المصري في ليبيا لأ البرلمان الوطني رسمي عام صعبة علي اخوتنا في برجة حفتر طلب تفويض في ابريل وفوضوه قبل التفويض وبعدا انا بصر كي فيكي رزرز على الموضوع ومع اسمعنا له صوت لأ لهو لم طلل حتى ومع اسمعنا له صوت للمسماري حتى نعم بن عثمان من جهتنا تشفر الباين هلبة مختفين بعد الحرب طبعا فيه اللي يطلع من المشهد وفيه اللي يطلع من الدنيا كلها زي حنان البرعصي اللي اقتلوها في بنغازي الامنة زي ما خطفوا قبلها سرقيوة طبعا واغتيالات لو بنحكوا عليهم ما تسدناش الحلقة هذه في برقة الامنة ولأسباب كثيرة ما نبوش نحكوا على التحرش والابتزاز اللي تعرضوا له زوجات القتلة من ميليشيات حفتر يعني ازواجهم ماتوا يحاربوا وباش المشير يعيش والزوجات يقعدوا في مضايقات من قيادات حفتر زي القصة اللي تعرفوها كلكم السنة هذه هي اللي خوتنا في الوطن بعد ما هاجمونا وحرقوا حياشنا وخمبوا سيريات ارجنتيننا قطعوا علينا لمية زي ما اقترح ضيف الاستاذة فاتن اللامي وعانت طرابلس من قطاع في الضي والمية والسيولة طرابلس عانت قلة في مقومات الحياة لكن كان عندها وفرة من الازلام والمتسلقين بشكل غير مسبوق السراج عليهم بعيو وبعيو عينه دا عمار وحجم التهديد اللي جاني بعد حلقة بعيو يخليني نوقف هنيم عشنا دوي اللي خاف سلم عموما النفط خلال السنة هذه تسكروا ومفتحوا 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 وطول العام انت ساوين بيتين قدام المصارف في الشرق والغرب السبب هادي شاهدت مقاطع علي فرنسا بسبب إساءتها للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض أهل العلم يروا أن زيارة فرنسا اللي تسبب في النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء يرضي الله ورسوله فقه يسي علماء علماء معناها مش لكن حتى هذا فكون منه اللي يدو عليه يرفع عليه قضية ماشا انما ندوه خلاص ندوه علي عامة الناس اللي للأسف في عز جائحة كورونا يحضر في مهرجانات واحتفالات وفروسية ومعرض كتاب ومعرض كتاب لا لا بنختم خلاص لكن بلا لكم جو الحلقة الأخيرة وفوت البرنامج واحد لا كورسية ما نخليش شيء اعتبروني المؤتمر الوطني سموني المجلس الأعلى لسمافرو أعطوني سارية الارجنتين أعطوني سارية الارجنتين أيوه أهيا أهيا اتفقنا جيبوني سارية الارجنتين باهي نخليكم الكورسي لكن خلنا تفهموا علي حاجة نبي سارية الارجنتين جديدة متى كوب أمريكا مش جيبوني السارية الارجنتين شكرا حد سارية الارجنتين والله إلا أحسن ناس التنصح خشي لا لا مستحيل 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 باب خليلها بالسعر ياولاد لكن سارية الارجنتين جديدة متى كوب أمريكا الله يبارك الله يبارك لا لا عليهك خلاص معناها سامحونا يا مشاهدين أنا بصراحة الارجنتين عندي أهم من